شكلت التظاهرات العراقية الحالية الحدث الأبرز في عراق ما بعد 2003 فكانت الأضخم والأهم والأكثر تأثيرا على النظام السياسي بالمجمل ولعل الوجه الأبرز لهذه التظاهرات يتمثل بالفعالية الفنية والثقافية والحملات التطوعية التي رافقتها منذ انطلاقتها الكتب الموجودة هنا هي الدل على وعي الشاب العراقي على تماسب السياسة العراقية على تماسب المجتمع العراقي كثرة وجود المكاتب الموجودة هنا ندل على أن أغلب المتظاهرين الموجودين هم متظاهرين مثقفين واصلين إلى مرحلة جدا عالية بالثقافة بحيث يقولون للبرلمانين والحكومة أن هذه الحكومة فاشلة قد أدت بالبلد إلى الهاوية أوصلت العراق إلى الأزمات إلى المحاصصة إلى الطائفية إلى كل شيء إلى عدم سيادة العراق في آخر الأوضاع التي مر بها البلد نشاطات الشبابية الموجودة هنا حاليا ومن ضمنها توزيع الكتب تريد توصل رسالة أن الشعب والشباب الموجودين هنا هم أحفاد أحفاد الحضارة العراقية العظيمة الممتدة سبع تالاف سنة الشباب هنا يريدون يوصلون فكرة يريدون يحيون مقولة أن الملقاها تكتب بيرود تطبع وبغداد تقرأ هدف الشباب هو الإثبات للعالم أن هذا الشعب شعب محب للحياة تمتلئ ساحات التظاهرات بالمحتجين كل يوم وكل يمارس دوره في دعم إدامة زخم الاحتجاجات الأمر لا يقتصر على توفير الطعام وتنظيف أماكن التجمهر بل حملت مختلف النشاطات رسائل متعددة كما حدثنا القائمون